في مشهد يثير الرعب والذعر يبدو نهر الفرات في العراق جافاً بعد انخفاض مستوى جريانه بشكل كبير وهو الأمر نفسه الذي تعرض له نهر دجلة حتى إن قاع النهر قد أصبح واضحاً للعيان فوق جسور بغداد ويعود هذا الانخفاض في مستويات الأنهر العراقية إلى الجفاف العالمي أولاً والسدود التي تبنيها تركيا ومن ثم إيران على نهري دجلة والفرات بشكل ثان مقدار ما يحتاجه العراق سنوياً من المياه يقدر بخمسين مليار متر مكعب أما ما يتوفر سنوياً للعراق فهو يتراوح بين الخمسة والعشرين والخمسة وثلاثين مليار متر مكعب وهي نسبة لا تكفي لتزديد احتياجات العراق من الزراعة والصناعة وتربية الأسماك إضافة إلى الاستخدامات اليومية للعراقيين وزارة الموارد المائية بدورها أشارت إلى أن انحباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي خلال فصل الشتاء في العراق ودول الجوار أدى إلى ضعف إرادات الماء الواردة مبينة أن الاجتماعات بين وزارتين الموارد المائية والزراعة مستمرة لوضع الخطة الزراعية لتأمين الأطلاقات المائية الإضافية والاحتياجات المائية الكافة ولكن رغم تلك الأحصائيات المقلقة فإن خبراء يتوقعون أن الأمطار الأخيرة التي سقطت في العراق والتي ستسقط خلال نهاية الأسبوع الجاري ستعزز الرصيد المائي للبلاد ليصل إلى أكثر من ثلاثين بالمئة ترجمة نانسي قنقر